معكم دكتور محمد غنيم، هتكلم النهاردة في الهيافة وهوس السوشيال ميديا اللي خلى الناس تعمل كل حاجة وأي حاجة عشان تلم لايكات أو لايكس بالإنجلش وشير وسبسكريبشنز شركات السوشيال ميديا بتبيع إعلانات بس شركات السوشيال ميديا كلها ما عندهمش محتوى ما عندهمش محتوى عشان يسوقوا أو يبيعوا عليه الإعلانات فبييجي ناس اللي هم بقى البلوجرز أو سميهم بقى انفروينسرز لهم مئة ألف اسم الناس اللي هم يقوموا عاملين محتوى وبيبقوا هم في الآخر على فكرة يعتبروا منذبين مبيعات المحتوى بتاعهم ده المجدبيين ما بيعات ليه لأن شركات السوشيال ميديا بتديهم عظمة إن لو عدد معين من الناس شافوا المحتوى بتاعه هياخد فلوس من شركات السوشيال ميديا وكمان هيتشهر فيدوروا بقى ايه فيدور شخص بقى على ايه اللي الناس عايزة تشوفه يعني ايه هو بقى انه هو هيامل حاجة اسمها ايه اللي ماشي في السكة دلوقتي زي مثلا لما بتجي تفرج على التلفزيون مثلا يوم مجايبين كلهم اللي هي السوشيال مش السوشيال ميديا اسموه باي الشو اللي هي اللي في مصر ده عمر اديب وكلام ده يوم كلهم بيتكلموا عن حاجة واحدة بس ممكن تكون حاجة عايفة جدا ممثلة مش عارف ايه بس هو ده اللي الناس عايزة تشوفه على فكرة هو ده الترند كلمة دي اللي هي طلعت لنا جديدة فعلى فكرة وانا على فكرة عمري ما حب اتكلم عن الترند لان الترند اسمه ترند حاجة بتطلع وتمشي يعني فانك تتكلم على الترند ده يبقى انت زيك زي بقية الناس اللي هي العامة اللي هي بيتم ايه توجيههم كل اسبوع بترند جديد لكن نرجع لموضوعنا فيدور الشخص على ايه على الناس على ايه اللي الناس عايزة تشوفه عشان يقدر يستغلهم من غير ما يديوا فلوس والهدف بتاع الشركات السوشيال ميديا وهدف الراجل ده ايه هو مش عارف كده هو بيعمل المحتوى بتاعه بس هو مش عارف كده يسرق وقتك ليه لان وقتك ده هو اللي هيتباع كاعلانات انت لان تفرج على اعلان بتاخد منه عمرك دقيقة عشان تفرج على اعلان مدفوع الاجر مدفوع الاجر المين الشركات السوشيال ميديا اللي هي بعيده للمعلمين دور فيقوم زي ما بقول لك كده الشخص دوت عامل محتوى مفهوش رسالة في بعض الحالات مش في كل الحالات يعني وممكن يكون هايف لان الناس عايزة كده فرجت بقى على حمو بيك وهو بيستهل باللي عليكم والناس فاكر ان هم بقى بيفهموا والرجل ده بيفهمش لأ هو بيدحك عليك واحد زي حمو بيك وقاسف يعني ان انا اقول اسم الراجل ده ممكن يقلع هدوم ممكن يعمل عبيت عشان يلحك الناس ويلم شير ولايك وفانز ولما يعمل يلم فانز هيلم وقت فهيجيب فلوس انا عايز اقول لك ان اسهل حاجة ان انا اروح اترجم لك سكريبت الواحد من الكوميديان الكوميديانات الامريكان اللي هي الناس اللي بتطلع تعمل تتكلم يعني وادخل فيه روح مصرية واعمل فيه شغل جامد واطلع اقوله الناس هتوقع تتحك والكركر بس مش هي دير سابت او اسرق اغنية بالانجليزي وهترجمها ومعانيها يكون جبيلة جدا ومصرها بق في حت اسمها تمصير الحاجة او فيلم زي الافلام اللي معظم الافلام المصري احنا كلنا عارفين ان هي بيقولوا عليها اقتباس يعني الصراحة ان هي مسروقة حتى ما بيعترفوش بكلمة ان هم يعني دي جريمة في كل حتة في الدنيا ما عرفش في مصر يعني جريمة ونصبه وسرقة وكل حاجة لما تلاقي واحد يقول في سيناريو وحوار كزا والتعارف الفيلم ده شفته بره او اغنية دي لانه ايجي مع الوقت الناس يعني انا بستغلب الناس اتعرف انك تقليد مش اصلي فاللي عايز اطلعك منهم الفيديو ده وقت انك تعرف رسالتك في الحياة وتحدد هدفك وطريقك حتى لو كان الطريق ده صعب وما فيهوش حد فيه قصيدة بالانجليزي لروبرت فروست اسمها two roads diverse diverse in the future اعتقد فحتى لو ما فيهوش فلوس وشهرة الطريق ده حالية بس لو انت عندك محتوى كويس وبتقدمه كويس الناس هتجيلك بعد كده معرفش هتجيلك امتى بعد السنة بعد عشان مهم لما يفهموا بس المهم بالنسبة لك انت في الوقت اللي انت بتعمل فيه محتوى بتاعك انك تكون عندك بصلة نفسك ورسالة الاول والناس هتمشي وراك لما انت تكون ايه اصلي فخليك اصلي شكرا